اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قرارا بتعليق مشاركته في المشاورات الجارية بشأن تقاسم السلطة في جنوب اليمن والمعروف باسم اتفاق الرياض هاني بن بريك نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي قال ان تعليق المفاوضات اجراء يهدف الى الدفع نحو الالتزام الكامل وتسريع الية تنفيذ اتفاق الرياض مضيفا ان لدى المجلس الانتقالي اسبابا عدة وراء تعليق المشاركة من ضمنها انهيار الخدمات العامة في محافظات جنوب اليمن وتزايد العمليات العسكرية في محافظة ابيان وكان المجلس الانتقالي قد اعلن في ابريل الماضي ادارة ذاتية في الجنوب اثر تعثر اتفاق تقاسم للسلطة والذي تم توقيعه برعاية سعودية وكان المجلس الانتقالي قد اعلن اواخر يوليو الماضي تخليه عن الادارة الذاتية وتعهد بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في الرياض برعاية سعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي هم القوتان اليمنيتان الرئيسيتان في التحالف الذي يقاتل الحوتيين الموالين لإيران والذين أطاحوا بالحكومة اليمنية في صنعاء قبل خمسة أعوام الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ عدن عاصمة لها الأمر الذي شكل خلافا مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يصر على تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في الرياض في نوفمبر من عام 2019 اشتركوا في القناة